السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو تخطيط المصروفات الطبية. واحنا بنتكلم على مجال التأمين وشرحناه وبدأنا في الاستفادة فيه فهنبدأ نتكلم على تخطيط المصروفات التأمينية وهنبدأ نتكلم على النفقات التي تمثل في المستشفيات وهذا يعني يعتبر اضخم جانب من جوانب المصروفات الطبية التي يتم استهلاكها من بوليسة التأمين. وتهدف تخطيط المصروف الطبية الى احماية المؤمن عليه ضد الخسائر المالية بتزديد هذه التكاليفة. نلاحظ وجود نوعين رئيسيين من تخطيط المصاريف الطبية التأمينية وهما هو لان التأمين على العمليات الجراحية في المستشفيات وده يعتبر تأمين اساسي زي ما احنا قلنا اي شخص ممكن ان هو يدخل مستشفويه يتم التأمين على العمليات الجراحية. لكن هناك ايضاا تأمين على العمليات فائقة بدوره لي نوعين. وهو التكميلي والشامع inevitable. كل هذه التخطيات تقدم على اساس فردي او الجمع الاول JULộc d اولا النتأمين على العمليات الجراحية في المستشفيات يعرف التأمين على العمليات الجراحية في المستشفيات باسم التأمين المصروفات الطبية الاساسية. وسلاحظ ان الوثيغةات التأمين بتحدد العمليات الجراحية في المستشفيات بعض المصاريف الطبية المؤمن عليه وتوافق على سدات تلك المصاريف الطبية وكمان هللاحظ ان هناك تنوع كبير في وصائق التأمين تختلف في النفقات التي تغطيها والمبلغة التي يتم دفع ونظير مصرفات معينة اللحظ مثلا ان نفقات زي الاقامة بغرفة المستشفى تتضمن الرعاية التمريضية العامة النفقات العلاجية المتفرقة بالمستشفى وتخصص الخدمات والامدادات بخلاف حجرة المستشفى والمعالجين والتمريض وخلافه والتي تقدم طوال اقامة بالمستشفى وتشمل خدمات المختبرات والاشعاعات والادواء والعقاقير وخلافه رسوم الجراحة رسومة التي يتقاضها الجراحة على العمليات الجراحية بما في ذلك عمليات جراحية اجريات داخل المستشفى او العيادة الخارجية الرسوم الطبيب داخل المستشفى والرسوم دي يقصب بها التي يتقاضها الطبيب مقابل تقديم العلاج غير الجراحي اثناء الاقامة بالمستشفى الكشفة وخلافه رسوم خدمات العلاجة الخارجية وتشمل التشخيص بالاشعة السينية وغيرها من الخدمات المعملية في العيادة الخارجية رسوم خدمات الولادة هنلاحظ كمان ان هناك مزايا تأمينية مدفوعة وتحدد وثقة التأمين للعمليات للحارجة قيمة الميزة التأمينية التي سيتم دفعها مقابل كل تكلفة وهنلاحظ ان ده قد يكون في صورة مبلغ ثابت يدفع مقدما او يتم اجراء الخدمة والرجوع للحصول عليه نلاحظ ان وجود حدود الميزة التأمينية للنفقات الاكثر شيوعا هي تقسم كالتالي اولا حجرة المستشفى والاقامة نلاحظ اولا ان بشكل تاريخ كانت بتدفع وثائق التأمين مقابل الحد الاقصى اليومي للاقامة في المستشفى وعلى سبيل المثال 100 دولار في اليوم وده كان الافرد ويختلف المبلغ حسب اختلاف وثائق التأمين ليعكس حقيقة تلك الغرفة او مستوجة او جناح او خلافه ولاية التكتفاءه كمان مكان لمكان مستشفى يعني هنتكلم شكل محل مصر مستشفى مثلا زي وادي النيل او دار الفؤاد او خلافه غير مستشفى في القرية في بن سويف خلافه ما احترمنا ليهم ولكن المستشفيات هناك تعتبر اقل جودة واقل تكلفة من المستشفيات الكبرى في القاهرة وهي الجزء الواحز كمان انتقلت معظم الشركات التأمين بعيدا عن مفهوم الغرفة السابطة والقصوى وتسدد الان اي رسوم للحجر المزدوجة بالمستشفى فبدأت تتوسع مثلا فيه يعني نشر مفهوم الغرف المزدوجة الناس كانت الاول تقولك لا غرفة مشتركة لا محبش منظري وجهة الاجتماعية انا فيه تشوف بيجولي فبدأ يتم نشر مفهوم الغرف المزدوجة وبدأ يعني يعني يجذبوا الناس انها موجودة بمقابل اقصاد اقل وسالك توفيرة للنفقات اللي بتعم الجميع وفي النهاية انت قاعد جوه مستشفى مش رايح فندق هللاحظ كمان من ضمن الحاجات الاكثر شيوعا والاكثر تكلفة هي الرسوم الجراحية ومع ذلك بيتم استخدام حاجة اسمها جدول العمليات الجراحية ويعني ان مثلا العملية دي هتتكلف كذا العملية دي هتتكلف كذا العملية دي هتتكلف كذا ده بيحدد البدلات المحددة لكل عملية يمكن ان انت تقوم بيها داخل المستشفى كحد اقصى يمكن بها مثلا عملية زي عملية الفتاء ممكن مثلا تحط عشر تلاف جنيه عشرين الف جنيه كحد اقصى للعملية مش لازم حضراتك تعمل ب عشرين الف جنيه ولكن ده حد اقصى للعملية ممكن اروح للدكتور يعملها لي بمئتين الف جنيه طبعا شيء غير منطقي تماما ولذلك بيتم احيانا في بعض الحالات نطلب من المستفيد او العميل ان هو يقوم بطلب رأي طب ساني ان اطلب منه ان هو يروح مستشفى معينة يجيب لي رأي طب تاني بحيث اتأكد ان الحالة فالد للحصول على الخدمة وذلك احيانا لو انا شكيت فيه وده طبعا حاجة يعني تعتبر مش اولوية بالنسبة لي ولكن الحالة الاهم هي ان مقدم الخدمة ما يكونش بيتجاوز صلاحيته ان هعمله عملية عبطول ويبقى الخيار المناسب ليه اجراء العملية وفتح لغرصة العمليات هللاحظ كمان من ضمن الحاجات الرسوم المسددة للطبيب داخل المستشفى فبعض الوثائق التأمين بتحدد الحد الاقصى الذي يدفع عن كل زيارة فعش بسلا هو كل شوية يروح يطل على المستفيد بدون اي فائدة في نفس الوقت يحصل على عدد متناهي من تكاليف الكشف لأ انا هقول مدام هو موجود وحضرتك عملت له العملية لأ هيجي الطبيب المساعد او الطبيب اللي عمله العملية هيطل عليه تلات اربع مرات خلال مدد الاقامة تلات اربع مرات دول يعملوا معاملة كشف واحد او حتى كشفين ولكن يعمل معاملة كشف واحد واستشارة وذلك لان ده يرتبط به عملية اللي حضرتك عملت له او وجوده داخل المستشفى رسوم العيادات الخارجية والاشعاء الصينية والمعامل وخلافه وهنلاحظ ان الاتجاه الحديث وده موجود في مصر كمان نحن بنحاول نخرج هذه التكلفة خارج المستشفى لان عادة التكلفة داخل المستشفى بتبقى اضعاف التكلفة خارج المستشفى لان انا هعمل امار اي داخل المستشفى الامار اي بيبقى اغلب كتير جدا من عمله خارج المستشفى في اي مركز اشع يمكن وجود منافسة يمكن وجود خارج المستشفى يعني وجود منافسة ما بين مراكز الأشياء المختلفة والمعامل وخلافه ولكن جوا المستشفى بيكبرك أن انت مريض عندك وهعمله في حالة حرجة فأنا مضطر أعمله الأشياء دي بمبلغ كذا لو هو بيبقى ضعفين تبن وبرق ولذلك بيتم تحديد حد أقصى لتلك الخدمات وعادة هذه الخدمات بتصير العديد من المشاكل وعديد من المستشفيات لا إما بترفض بالإجمال إنها تعمل الخدمة دي للعميل وبتطلب منه إن هو يطلع يعملها بره ويجي وده على حسب الاتفاق مع شركة التأمين المؤمن تبعها أو إنها بتحدد لمت معين والعميل بقى هو يدفع الباقي لو هو يعني مهتم قوي إن انت تعمل الخدمة دي بره وعادة بيتم نزاع وسين وجيم ما بين شركات التأمين وما بين المستشفيات أو مقدمين الخدمات وعادة بيوصل لوجهة نظر إنه لو الحالة تستدعي ده نعملها لجوء المستشفى أو الحالة لا تستدعي ده واللي بيحددها الطبيب لو هو مثلا خارج من عملية أو اللي هيستطيع الحرقة أو خلافه هيكون بعمليها داخل المستشفى أما إن هو يعملها خارج المستشفى فلو كان شخص عادي أو لا تحتاج الحالة أو صحته تسمح له بالخروج والدخول وإجراء الموضوع بره نلاحظ كمان من ضمن الحاجات رسوم الولادة وبعض التغطيات تجعل تغطية الولادة اختيارية أو تغطي جزء مصروفات الولادة أو حتى لا تغطيها وعلى ذلك يعني في الولادة المتحدة مثلا بتغطيها بالكامل كاعتبارها أي مرض أو حالة صحية أو خلافه في العديد من البوليسة التأمينية العديد من الأشخاص خاصة في مصر أو في الدول الغربية أو خلافه بيأمل لك الولادة البرة واحدة أو مرتين بس وأحيانا بيقول لك ولادة طبيعية مش كيصرية أو لو كيصرية مبلغ معين طبيعية مبلغ معين فبيبقى قدامك تحديد واضح وصريح فنلاحظ كمان بس في النقطة دي إنها الرسوم الولادة في الولادة المتحدة الأمريكية بتعتمد إن الناس هناك أغلبيتهم بيعتمدوا على الولادة الطبيعية أو الولادة الطبيعية أرخص كثيرا من الولادة الصناعية أو الولادة عن طريق فتح وشق البط فالولادة بره بيتم تغطيتها أساسية باعتبارها حاجة يعني ده أمر الطبيعة هي بتخرج كده أما إحنا هنا في الوطن العربي وده بردك من إما فهم الصح التأمين ماشي به إنه يا جماعة لا ده تأمين أغلبية الناس معتمدة على فكرة الولادة غير الطبيعية الولادة الصناعية عن طريق شق البط وده تكلفتها أضعاف مضعافة ولذلك يجب لأ أمر مش هأمنها لك أو هخليك تدفع جزء منها أو هدفع جزء بسيط جدا جدا بحيث إن أنا بغطي الولادة الطبيعية فقط يعني مثلا لو الولادة حضرتك هتولدي ب8000 جنيه ولادة صناعية لا أنا هدفع بس الولادة الطبيعية اللي هما 2000-2005 والباقي ده حضرتك تتحمليه مدام حضرتك طلبة معاك تولدي صناعي الاستثنائيات هنلاحظ من ضمن الاستثنائيات إن إحنا بنحدد إيه المصرفات التي تدفع والتي لا تدفع وإيه هنحدد الحاجات التي يمكن إن إحنا ندفع على أساسها قيمة ما تم إجراءها هنلاحظ مثلا إحنا مش هندفع حق قيمة إصابة ذاتية أو تعمد أو خلافه كما إن حدود النفقات توضح المصاريف التي يسددها المؤمن كحد أقصى عادة أن تستبعد الوثائق التأمين للحالات المرضية السابقة على التأمين الـ Pre-Exist دي تسمى الـ Pre-Exist وهي الحالات اللي أنا مثلا عندي رابو دخلت شركة تأمين الربو مش هغطي لأني أنت أجيلي به فبعض الحاجات بيبقى عندهم متحسس من فكرة الحالات المرضية السابقة على التعاقب والحقيقة إن ده من المفاهيم اللي يتم بنقشتها لاحقا ولكن في بعض والكثير من الوثائق التأمين تستبعد هذا الموضوع باعتبار لمالي يعني أنت جايلي بمرضك أنا ده يعتبر خطر 100% مؤكد زي ما احنا شرحنا في المرة اللي فاتت فلا يمكن إن أنا أغطي خطر 100% مؤكد ولذلك يتم استبعاده تستثنى العديد من الوثائق التأمين وصفات العلاج الجماعي وحالات العلاج المؤمن عليه أثناء فترات زمنية محددة قبل العمل بالوثيقة بفترة قد تصل إلى 3 أو 6 شهور يعني أنت مثلا لو ما جالكش المرض ده قبل كده مثلا 3 شهور قبل ما تيجي عندنا أنا هغطي أما لو جايه في خلال 3 شهور 6 شهور قبل كده مش هغطي هذا المرض باعتباره فترة نظر للخلف على سبيل المثال إذا كانت فترة النظر للخلف تصل إلى 6 شهور وكان مؤمن عليه وعنى من الرب وده المثال اللي أنا طرحته لكنه لم يعالك فيها من هذا المرض طوال فترة 6 شهور قبل بداية سريان تخطية تأمينية فإن مرض الرب لن يتم استبعاده باعتباره حالة مرضية سابقة وذلك لأنه لم يتم المعالجة فيه خلال 6 أشهر السابقة للتخطية التأمينية والله إزاي ما قلنا تستسنى الوسائق التأمين الطبي وبجهة عامل حاجات زي الإصابة المتعمدة بالذات شرحناها قبل كده الرعاية الصحية للأسنان أو البصر أو النظرات أو السماعات ويعتبر الحاجات اللي هي مكلفة وتعتبر تكميلية ويعتبر لا تعتبر أساسية زي ما احنا تكلمنا ولكن تندرج من ضمن الوسائق التأمين التكميل إحنا بنتكلم على الحاجات الطبية الأساسية الرعاية الدائمة ومقصود بها الرعاية والطمريض طويل الأجل أو النقاهة أو الحاجات دي كلها لا تعتبر من ضمن التأمين ولكن لها حدود أخرى نظرة لتكلفتها ونظرة لعدم وجودها أصلاً من ضمن الحاجات القائمة على مبدأ التأميل الخدمات الطبية الانتقائية ويقصد بها حاجات زي جراحة التجميل أو الحاجات الأعقل الجنسية أو الحاجات الخاصة ببعض الطواقس والفحصات الدورية للشيك أب والفحص الدوري كل الحاجات دي لا تشملها وغير مغطاة نلاحظ كمان من ضمن الحاجات الرعية التي لقد لقاها المؤمن عليه من الجهات الحكومية فعش مثلاً يبقى عندي تأمين مزدوج تأمين من جهة الحكومة وتأمين من جهة شركة التأمين وأحياناً بروح أعمل استرداد هنا وهنا يبقى أنا خد نسبة غير مستحق عليها من طرفين ولذلك بتتشدد جداً شركات التأمين في عدم وجود أي رعاية أخرى بخلاف الرعاية التي حضرتك نقبل بها عليها اللحظ كمان ضمن الحاجات الخدمات العسكرية والحروب وصبق ان احنا تحدثنا في هذا الموضوع سابقاً ان نسبة الخطر بتبقى مرتفعة جداً في تلك الحالات ولذلك يتم استبعاد مثل تلك الأمور نظراً لتأكد لتأكد الوجود الخطر في تلك الحالات كالخدمة العسكرية والحروب اللحظ أيضاً أمراض الخلل العقلي أو العصبي ومصاريف النقل باستخدام خدمات الإسعاف اللي بيتم من نقلها في حالة الضرورة فقط مصاريف النقل معناها ان انا هنقلك لبيتك طب انا مفيش داعي تطبيت لا هنقلك ده تدخل من ضمن انطاق النقل التكاليف التي يتضح انها غير عادية او اعتيادية يعني تكاليف تبدو انها غريبة انه مستلزمات باجر اضعاف 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 المطلوب المفروض هيستعمل جوانتيات ومسكات وخلافه في العملية لا ده هو ضرب هاري في عشر او في عشرين كل الحاجات دي لا يمكن ان احنا هندفعها ولذلك يجب على مقدمي الخدمات الاهتمام بالتأمين واعتباره جزء لا يتجزأ في عملية صناعة اسم المستشفى وصناعة اسم القيمة التي يتم نشرها على مختلف شركات التأمين لان شركات التأمين الحقيقة كلها بتبقى مسماعة في قلب بعض فبيبقوا عارفين المستشفى دي حرامية المستشفى دي بتتعمد السرقة المستشفى دي بتحط خدمات اكتر من المعتاد او اكتر من المرغوب فيها او اكتر من المنفذ او الفعلي في الابكودنج يعني هنجيلها في وقت اللاحق ولكن كل الحاجات دي يجب ان احنا نتغاضع عنها تماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله اللا 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 لتستغفرك أتوباليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة